أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد لبنفي عن استضافة مؤتمر دولي خلال شهر أكتوبر المقبل في إطار طرح مبادرة دعم استقرار ليبيا يأتي هذا وسط تمسك دولي بإجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها فيما تشهد السحة السياسية بالبلاد خلافات يخشى أن تعصف بجهود أشهر لإرساء مصار سياسي بالبلاد إجراء الانتخابات بليبيا في موعدها المقرر بات أمرا ملحا داخليا ودوليا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قال إن بلاده تواجه تحديات حقيقية وتطورات متسارعة وينبغي التفكير في خيارات أكثر واقعية لتجنب مخاطر الانسداد في العملية السياسية وتقويض الانتخابات وبالتالي العودة إلى المربع الأول المنفي أعلن أنه سيعقد مؤتمرا دوليا في أكتوبر لحشد الدعم لاستقرار بلاده نبادر نحن الليبيون إلى استضافة اجتماع دولي خلال شهر أكتوبر القادم وذلك في إطار طرح مبادرة دعم استقرار ليبيا وهي تتناول مختلف المصارات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية استنادا على مخرجات السابقة بشأن ليبيا وتهدف المبادرة إلى ضمان الاستمرار الدعم الدولي بصورة موحدة ومتصقة وفقا لرؤية وطنية شاملة دوليا كشف وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا ستشارك في استضافة مؤتمر دولي حول ليبيا في الثاني عشر من نوفمبر المقبل لضمان الحفاظ على الجدول الزمني للانتخابات وفي ليبيا طالب المجلس الرئاسي البرلمان بتحمل مسؤولياته الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية في موعدها فيما دعا المجلس الرئاسي الحكومة إلى الاستمرار في عملها ودعم العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة من القيام بمهامها بالمقابل دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة إلى التظاهر بميدان الشهداء في ترابلوس وكل مدن ليبيا احتجاجا على قرار مجلس نواب سحب ثقة من حكومته متمسكا ببقائها حتى موعد الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل وينظر للانتخابات العامة التي من المقرر أن تجرى في الرابع والعشرين من ديسمبر كوسيلة للخروج من الأزمة المستمرة منذ عقود في البلاد لكن النقاشات والتجاذبات بشأن شرعية قد تؤدي لانهيار عمالية سلام مستمرة منذ أشهر للحديث أكثر معنا من بنغازي الكاتب والبحث السياسي حسين المسلاتي ومن ترابلوس المتحدث السابق باسم مجلس الدولة سنوسي إسماعيل أهلا وسهلا بكما أبدأ معك سيد حسين مع كل التطورات التي تجري على الساحة السياسية الليبية إلى أين يمكن أن تتجه الأمور ما خطورة كل ما يجري على الانتخابات الليبية وعلى تاريخها المحدد في ديسمبر المقبل نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة وأحييك وأحيي ضيفك الكريم من العاصمة الليبية طرابلوس شوفي ما يحدث الآن هو حقيقة نقدر نوصف بأن سقطت ورقة التوت عن كل من كان يحاول تعطيل العملية الانتخابية أو تأجيلها والهدف الأسمى هو تعطيلها والاستمرار للبقاء في السلطة زي ما نعرف أن التي كانت ترفض الانتخابات هي تقريبا ثلاث أو أربع تيارات كان أحد هذه التيارات والأكثر خطورة هو تيار علي إدبيبة اللي كان يحاول من خلال لجنة الحوار السياسي لجنة الخمسة أو سبعين كان يحاول تعطيل الانتخابات وتأجيلها بحجة بأن الحكومة لم تتاح لها الفرصة لتهية الأجواء لإجراء العملية الانتخابية وبالتالي التمديد لحكومة إدبيبة هذا التيار الآن وجد في قرار مجلس النواب الأخير بحجب الثقة عن حكومة إدبيبة وجعل حكومة تنصير أعمال وجد فيه فرصة لينقض على العملية السياسية برمتها والآن ظهرت الكثير من الشعارات الغريبة التي لا علاقة لحكومة إدبيبة بها على سبيل المثال بأنه لا انتخابات بدون وجود دستور حتى نضمن نزاهة الانتخابات والدعوة لإسقاط البرلمان لأن البرلمان حقيقة بدأ يخطو خطوات صحيحة نحو صدور قاعدة دستورية أنجز قانون انتخاب الرئيس ويوم الاثنين القادم سيبدأ في مناقشة صدور قانون انتخاب البرلمان هو سيدلس القانون رقم عشر لسنة 2014 ويجري في بعض التعديلات الهدف الحقيقي من كل هذا الحراك الذي يقود البيبة ويستغل الشارع ويستغل بعض القرارات التي أصدرها مجلس النواب ولم تصدرها الحكومة مثل منح المساعدة على الزواج وزي ترقية المعلمين يحاول استغلال ذلك من خلال خطابات شعبوية للدعاية لنفسه ولحكومته ولإرباك المشهد السياسي بشكل عام للأسف كل هذا يرمي للتبديد لنفسه وتأجيل العملية الانتخابية وخلط الأوراق في المشهد السياسي الليبي بتأييد كبير ومؤاذرة كبيرة من تنظيم الإخوان المسلمين نعم طيب أنتقل إليك في ترابلو سيد سنوسي اليوم لدبيبة يدعو الشارع للتظاهر كيف يمكن فهم هذه الخطوة وهل الحل يمكن أن يكون في الشارع واستقل كل ما تمر به ليبيا تحية لك ولضيفك السيد بسلاتين بنغازي ولكل السادة مشاهدي سكاي نيوز في كل مكان هو طبعا بدون شكل هذا هو القرار الذي صاغه مجلس النواب بسحب الثقة هو من ناحية يعني برلمان دائما عندك نوع من القرارات التي تأزيمية تساهم في تأزيم الوضع لماذا؟ لكثير من المواقف لماذا؟ هذه ممكن ترجع لتركيبة البرلمان ولتدخلات الدولية ولكثير من المشاكل وربما أيضا حتى لعدم تمكن الدبيبة من إرضاء الجميع وهو دبيبة تبع سياسة إرضاء الجميع وإرضاء الجميع طبعا غاية لا تدرك بكل تأكيد هو حاول أن يرضي كل النواب بتعيينات وزراء وكلاء سفراء ربما أمور أخرى لكن لم يستطع أن يرضيهم وبالتالي حصلت إشكالية بينه وبين النواب لأن مجلس النواب ليس فيه لا تيارات سياسية ولا شيء هم عبارة عن كل يعني مرشح بنفسه فرديا يعني وصلوا إلى هذا المجلس وبالتالي فإن إرضاءهم الذي سعى له دبيبة لكي ينال ثقة في البداية ثم لكي يتحصل الميزانية كان شبه مستحيل ودخلت بعد ذلك عناصر أخرى في الموضوع يعني لنقول أنها دولية ربما لم تكن تقبل باستمرار حكومة دبيبة وبالتالي فإن هذه الدول كلها مصرة على ضرورة أن يكون هناك انتخابات في 24 ديسمبر القادم التفاعل دبيبة مع هذا القرار يعني في وجهة نظري أنه أيضا ساهم في تسعيد الأزمة أكثر وهذا التحريض الذي يقوم به وإلى آخره أعتقد أنه غير مناسب لأن مجلس النواب بالأساس سينتهي يوم 24 ديسمبر وبالنسبة لدبيبة لم يسقط هو من الحكومة إنما صحبت منه الثقة لكي تتحول إلى حكومة تسيير أعمال يستطيع أن يقدم الخدمات بالأمس قام بقرارات وفق للقوانين الموجودة لهي قرارة رفع المرتبات المعلمين على سبيل المثال وغيرها من التي تتعلق بالشباب وإلى آخره يمكن لدبيبة أن يقوم بهذه الخدمات من هنا إلى يوم 24 ديسمبر بدون أن يتأثر بقرار سحب الثقة لذلك أعتقد بأن الوضع العام في ليبيا هو مرتبك بالأساس وهذا التأجيج الذي نراه مثلا من دار الإفتاء ومن جهات أخرى يعني هو أيضا غير مبرر لماذا هذا التأجيج في هذا الوقت حتى من لا يريد مجلس النواب وأنا نفسي لا أريد مجلس النواب أن يبقى نريده أن يرحل ولكن بطريقة هادئة وفقا للعرف السياسية التي مفقودة عندنا في ليبيا نتعلم كيف نرسخ عرف سياسية في البلاد دعني أعود إلى سيد حسين من بنغازي حول هذه النقطة تحدثتم بداية سيد حسين أنه سقطت ورقة التوت اليوم عن من يريدون إسقاط الانتخابات من برأيك يريد إسقاط الانتخابات ذكرت الأحزاب الأربعة ولكن اليوم سحب الثقة من هذه الحكومة التي أتت بتوافق دولي يصر هذا التوافق الدولي على إجراء الانتخابات في موعدها ألا يشكل هذا الحدث تحدي لهذه الإرادة الدولية نعم هو تحدي كبير للإرادة الدولية وللأسف الإرادة الدولية لم تتعامل بالشكل المطلوب مع التيارات الرافضة للانتخابات والتي تحاول عرقلتها مثلا على سبيل المثال عليد بيبة أو ما يعرف في ليبيا بالحاج عليد بيبة انقلب على خارطة الطريق بشكل علني وفي جلسة افتراضية كانت منقولة على الهواء وعندما طالب التمديد لحكومة عبد الحميد الدبيبة عبد الرحمن السويحلي انقلب هو الآخر على خارطة الطريق ورفض إجراء انتخابات رئاسية وكان مصر أن تكون الانتخابات برلمانية فقط بل واعلن بأنه هناك شخصيات معينة في حالة أنها ترشحت وفازت وأنهم لن يعترفوا بالنتائج في تيار تالت وتيار قودة خالد المشري وهو التيار الذي يمثل تنظيم الإخوان المسلمين هذا كان يدفع بأن تكون يجب أن تكون الاستفتاع للدستور أولا وهو يعرف بأن هذا الدستور معيب وعليه كثير من التحفظات من طيف واسع من الليبيين إذن كل هذه التيارات كانت تتحرك لعرقلة العملية السياسية وضربها في مقتل للأسف الإرادة الدولية لم تكن مفاعلة لم تتعامل مع هذه التيارات المعرقلة كيف كان يمكنها التعامل معها سيد حسين ما الشكل الصحيح حتى أجزت اللجلة الـ 75 نعم وشفنا كيف اللجلة الـ 75 إنها فشلت في أنها تظهر قاعدة دستورية أعتقد بأن تفعيل قرارات الدولية نحن لدينا قرارات دولية وآخرها القرار عند القرار 25 و70 وتحديدا القرار 25 و71 تقريبا فقر 11 وغيرها من القرارات هي تستوجب أو تستطيع أن تفرض عقوبات على المعرقلين تسميهم بأسمائهم وتفرض عليهم عقوبات أو تلوح أو تهددهم بالعقوبات أعتقد بأن هذا كان كفيل بأن يحد من عملية العرقلة التي يقومون بها أو التشويش على العملية السياسية وعملية ظهور القاعدة الدستورية اليوم شفنا عندما مجلس النواب مارس دوره في مراقبة الحكومة واستطاع أن يصل إلى قرار بسحب الثقة بغض النظر عن صحة القرار من ناحية القانونية وعن الآلية وعن التوقيت كلما نبوش النقص فيه ولكن عندما أصدر مجلس النواب قرار بسحب الثقة هو قيد أعمالها ولم يوقف عن العمل وهذا ظهر في أكثر من توضيح لمجلس الأمن سوى عن الناطق باسماء وحتى عن طريق رئيس المجلس عقيلة صالح كلهم وضح بأن الحكومة مستمرة في أعمالها ولكن تم التقييد على بعض الأعمال لأن الحكومة توسعت في الصرف ودخلت حتى في عقود دولية وعقودها علاقة بالاستثمارات وأنفقت المئات من المليارات إذن هذه الطريقة طريقة زي ما قال أخويا السنوسي بعيدة عن الأعراف الدبلوماسية والسياسية بعيدة حتى عن الكياسة والسياسة أعتقد بأن أظهرت شخصية البيبة الحقيقية التي ليس لها علاقة لا بالوحدة بالوطنية ولا بالمصالحة وبالسلام وأنه يريد أن يفرض نفسه في المشهد ويريد أن يمدد لنفسه وبحجج كبير يتحالف مع كل التيارات المعرقلة آخرها مع الأخوان سمعنا من البيبة بأنه طالب بضرورة أن يكون هناك دستور قبل الانتخابات حتى يضمن نزهته هذا التحالف مع تيار تنظيم الأخوان المسلمين زي ما تحالف مع تيار الحاج علي البيبة وغيرها الهدف هو العرقلة والبقاء في السلطة وعدم إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر سيد سنوسي هناك تأكيد على أن الانتخابات ستعقد وستجرى في موعدها ولكن كما تعلم نسمع الكثير من التعليقات حول إجراء الانتخابات أو ربما بعض المعلومات هل برأيك ما يحكى عن تجزئة هذه الانتخابات ممكن أن يتم على أرض الواقع نعم بكل تأكيد ممكن جدا لأن حتى المجتمع الدولي بشهادات عديدة يعني ليست واحدة فقط كلها تشهد للمفوضية لعلي الانتخابات أنها أنجزت ومستعدة استعداد كامل من الناحية الفنية لإنجاز هذه الانتخابات باقية الجانب الأمني الجانب الأمني هذا طبعا يقع على عاتق الحكومة أن توفر الأمن في المناطق التي يعني أو المراكز الانتخابية يعني المراكز التي تضع فيها ناطق الانتخابات هذا منواجب الحكومة بكل تأكيد لذلك أعتقد بأن هذه المسألة أيضا ربما نستطيع أن نأخذها بشكل نسبي قليلا في حالة عدم تمكّل الحكومة من توفير الأمن كما حصل في عديد من الانتخابات يعني هناك تحميل المسؤولية لعديد من الأطراف التي تملك القوة على الأرض وكذا فممكن جدا أن أن يكون هناك اتجاه في هذا الإطار يعني لكن في كل أحوال لا أحد يتحدث عن عدم يمكن أن تجرى انتخابات الانتخابات ممكن جدا أن تجرى طبعا هناك فقط ربما البعض الذي يحاول أن يشوج على مسألة القاعدة السورية والقانون الانتخابي بما أن الملتقى الحوار السياسي فشل في أن يتوصل إلى قاعدة السورية مجلس النواب بادر بإصدار قانون يعني انتخابات رئاسية على أساس القاعدة السورية اللي هي الإعلانة الدستوري هذه خطوة يعني هو رفضها مجلس الدولة لكن هذا الرفض لا يعني شيء بالنسبة المفوضية استلمت هذا القانون وماشي فيه لذلك أعتقد بأن في انتظار طبعا قانون الانتخابات البرلمانية أن يصدر خلال هذا الأسبوع كما ذكر السيد لمسلاتي ففي هذه الحالة أعتقد بأن في هذه الحالة سنكون في الاتجاه الصحيح يعني أن يكون هناك قوانين انتخابية واضحة ولا نستطيع أن نوقف مصير البلاد على 75 شخص لم يتفقوا وأصبحوا أنفسهم جزء من الأزمة بدل من أن يكونوا يعني أن يحلوا الأزمة التي حصلت في البلاد وهي طبعا أزمة فقدان الشرعية السياسية كل الأجسام التي موجودها أصبحت إلى حد بالنسبة بشكل نسبي فاقدة للشرعية السياسية وأصبح لدينا مؤسسات خارج نطاق السيطرة مثل محافظة مصرفي بمركزي كل الهيئات المؤسسات الدولة السيادية هي تشتغل دولة داخل دولة لا يوجد من يسيطر عليها لا برلمان ولا رئيس ولا حكومة ولا أي شيء لذلك نذهب إلى الانتخابات لكي ينتهي الانقسام ويتم حل مشكلة الميليشيات ويتم حل المشاكل كلها الأمنية وكل هذا يكون بهدوء وبسلام ووفقا للأعرف السائدة في ليبيا وفي كل إنحاء العالم أستاذ حسين أود أن أناقش معك المؤتمرات الكثيرة التي ليبيا يمكن أن تشهدها هناك المنفي رئيس المجلس الرئاسي دعا إلى مؤتمر دولي خلال شهر أكتوبر هناك باريس وألمانيا يحضرون أيضا في نوفمبر لمؤتمر لدعم المصار السياسي في ليبيا ولكن أود أن أسألك عن ما قالته نجلة المنجوش وزيرة الخارجية تحدثت عن اجتماع للجنة المشتركة 5 زائد 5 الأسبوع المقبل لوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا إلى أي مدى تعاولون على هذا الاجتماع وإلى أي مدى فعليا يمكن أن يبدأ هذا الانسحاب الذي البعض يعتبر أنه لا إمكانية لإجراء الانتخابات في موعدها في ظل وجود هؤلاء نعم شوفي أولا كل المؤتمرات الدولية سوى السابقة واللاحقة أعتقد بأنها أصدرت من القرارات ما هو يكفي للدفع بالعملية السياسية في ليبيا للأمام المطلوب فقط هو التطبيق المطلوب فقط هو استخدام العقوبات التلويح بها أولا ثم حتى استخدامها حتى نضمن إصدار هذه القرارات وإلا ما الجدوى نعقدوا كل سنة مؤتمرين أو ثلاثة بدون تطبيق هذا أولا ثانيا أنا أعتبر أن كل أعمال اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زي خمسة كانت أعمال ناجحة لأن كل التفاهمات السياسية الأخيرة وخارطة الطريق وما نتج عنها والحوارات كلها أعتقد بأن العامود الفقري لكل العملية السياسية هو اتفاق جينيف الموقع في 23 أكتوبر 2020 وما نتج عنه هو اللجنة العسكرية المشتركة التي وقعت هذا الاتفاق أعتقد بأن المطلوب من المنفي رئيس المجلس الرئاسي وحتى العضوين الكوني وعبدالله لافي وحكومة الدبيبة ومجلس النواب الأجسام السياسية كلها المطلوب منها ودعم اللجنة العسكرية المشتركة أعتقد بأن اللجنة العسكرية المشتركة مع التعاون الدولي تستطيع إنجاز الكثير قد تنجح في إصدار جدول زمني مع الضغوط الدولية قد يتم تنفيذ الانسحابات أعتقد بأن الأعمال اللجنة العسكرية المشتركة مهمة جدا نجحت في كثير من الملفات وتستطيع أن تنجز الكثير والكثير تستطيع حتى أن تساهم في تأمين الانتخابات في حال ما وجدت الدعم المحلي والدولي وأنا أشد على كل القوى الفاعلة محليا ودوليا أنها تدعم هذه اللجنة لأن اجتماع القادم للجنة العسكرية المشتركة أن يتم طرح أن يتم الوصول إلى جدول زمني لطرد المرتزقة والقوات اللجنبية وزي ما قلت لك هذا متيسر مع الدعم المحلي والدولي ونتمنح أن نناقش حتى كيفية المساعدة والمساهمة في تأمين العملية الانتخابية لأنهم شفناهم نجحوا في كثير من الملفات وكانت جهودهم حقيقة صادقة ومخلصة للوطن نعم سيد سنوستي ما رأيك بالمؤتمرات الأخرى إلى أي مدى يمكن أن تساهم في انصح التعبير تبريد هذا الجو الليبي الذي البعض يعتبره أنه ساخن نوعا ما وتأمين فعليا الوصول إلى إجراء الانتخابات الليبية في موعدها في ديسمبر اعتقادي هذا فيه بعدين يعني بعد محلي وبعد دولي المحلي طبعا بكل تأكيد على الأطراف أن تتعقل ليس من معقول طبعا التحريض وبدل من حل المشكلة وفق القانون ووفق السائد من أساليب التعامل السياسي وغيرها فبدل من ذلك تم اللجوء إلى الشارع أعتقد أن هذه ليست فيها حل منطقي جيد لأن طبعا في الوقت الذي لا نقول بأن لا أحد يعبر عن رأيه الجميع من حق يعبر عن رأيه بكل تأكيد لكن هذا التحشيد من أن ينجر الشارع إلى مواجهة يعني هذه في ليبيا مخوف أساسي دائما في كل الحالات فهذه هي نقول أنها ليبيا غابة مليئة بالأسلحة وفيها كميات كبيرة من الأسلحة وكميات كبيرة من القوات السواء كانت ليبيا والأجنبية فالحقيقة يعني نستغل فرصة التوافق الدولي والتوافق المحلي حول الانتخابات وخارطة الخارطة السياسية فهذا هو الذي ينبغي أن يدعم ويكون عليه التوافق ولذلك سيد بيب أعتقد بأنه ربما جاءته بعض الاستشارات من بعض المقرب منه أن يقوم بمثل هذه السلوك لكن هذا ليس سلوكه بشكل عام هو دائما يحاول أن يتواصل ويجمع ويرضي ويعقد صفقات سياسية هذا كل يعني لنقول أنه إلى حد ما مشروع وجائز لا بأس به لكن أن يكون هناك تأجيج لواقع أساسا هو نحن ما صدقنا كيف خرجنا من حرب طاحنة ولدينا وقف اطلاق نار لا يزال يعني نسميه وقف اطلاق نار هش إلى حد الآن فهذه كلها يعني عوامل اعتقد بأنها تلزم لطراف المحلية أن تتعقل بالنسبة لطراف الدولية أيضا هذا وقتها أيضا رأينا كيف أن المواقف كانت واضحة جدا تركز يعني تريد أن تخرج الليبين من هذه المعركة الجانبية حول ساحة ثقة أو منح ثقة أو ميزانية أو عدم اعتماد ميزانية إلى الاستحقاق المهم وهو الانتخابات 24 تسمبر كل التسريحات الدولية هكذا بدءا من البعض المتحدة إلى مثلا الولايات المتحدة إلى الديول الأوروبية إلى الديول العربية كلها تؤكد على هذا الجانب وهو أن عندكم يا ليبين انتخابات يوم مرة 20 تسمبر فعليكم أن تركزوا على هذا الجانب ولا تدخلوا في معارك دون كيشوتية بين هذه الأطراف لطائلة منها يعني في مثل هذه الظروف الصعبة التي تتعيش فيها البلاد في حالة تفكك وفي حالة يعني حالة ميليشيوية سائدة هناك العديد من المشاكل الفساد وهناك الجريمة المنظمة وهناك الإرهاب الذي يطل برأسه بين الفينة والأخرى هناك يعني مشاكل كثيرة في ليبيا الحقيقة كلها تحتاج إلى تركيز من الليبيين لكي يستعيدوا سيادة دولتهم بهدوء وبوفقا للأعرف السياسية وأعتقد بأن هذا ما يمكن أن أن نقوله في هذا الصدد نعم سيد حسين أود أيضا أن أسألك عن المؤتمر الذي دعا إليها المنفي إلى أي مدى برأيك سيكون هناك توافق حول خارطة الطريق التي يعني تمر بها ليبيا منذ هذه اللحظة والإجماع بين كل المؤتمرات التي ذكرتها يعني لا ينقص الليبيين وليبيا اجتماعات ومؤتمرات ومخرجات لهذه المؤتمرات يبقى التنفيذ هل نحن أمام مرحلة التنفيذ بانتظار الانتخابات أم أن هناك مزيد من العرقلة ومزيد من الفرقاء سيحاولون بشتى الوسائل تضييع هذه الفرصة شوفي المؤتمرات السابقة كانت نوعا ما يوجد بعض الاستحقاقات لم تنجز على سبيل المثال آخر مؤتمر تقريبا كان في دول الجوار مثلا أو برلين الثاني حتى لقبلها كانت القاعدة الدستورية لم تنجز يحاول لجلسة الـ 75 إصدار القاعدة فشلت أكثر من مرة وغيرها الآن المؤتمر الذي دعا إليه المنفي رئيس المجلس الرئاسي أعتقد سيكونون في موقف أكثر إحراجا ليش؟ لأن مجلس النواب قام بدوره كاملا وأصدر قانون انتخاب الرئيس وأحال هذا القانون للبحثة الأممية للدعم في ليبيا ثم أحاله للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمفوضية أعلنت أن السلمة هذا القانون المبعوث لأممي طالب مجلس النواب بالإصراع في إصدار قانون الانتخابات البرلمانية وقال بأنهم أبلغوني بأنهم يحاولوا أن يحوروا بعض الشيء على القانون رقم عشر سنة 2014 قانون على ضوء انتخب مجلس النواب فعلا شكلت لجنة قانونية لهذا الغرض أمس هيئة الرئاسة مجلس النواب دعت اجتماع يوم الاثنين القادم وأعتقد أن يوم الاثنين والثلاث الرجايات سيدرس مجلس النواب هذا القانون وقد يصدر هذا القانون في حالة نجح مجلس النواب في إصدار هذا القانون فيكون خطأ خطوة ممتازة ومتقدمة من الأمام وسيحرج أي مؤتمر دولي قادم لليبيا لأن القاعدة الدستورية أنجزت المفوضية عليها أن تبدأ في أعمالها وما هو قاسة عبد الحميد الدبيبة مفروض أن يصدر الأموال للمفوضية للبدء في العملية الانتخابية إذن على المؤتمر أي مؤتمر دولي قادم أن يسمي المعرقلين أن يحددهم ويسميهم ويهددهم بالعقوبات حتى تتقدم العملية السياسية للأمام وإلا فإننا ندور في حلقة مفرغة وللأسف قد تعيدنا إلى مربع أكثر عنفا وهذا ما لا يتمنى بحقيقة نعم شكرا جزيلا لكم من بلغازي كان معنا الكاتب والبحث السياسي حسين البسلاتي ومن طرابلس المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الإسلوسي إسماعيل شكرا جزيلا لكم